اشتركوا في القناة شغلكم على أن تتكاثروا في الأموال والأولاد والجاه وما هو من متاع الدنيا شغلكم عن طاعة الله عز وجل وشغلكم عن تذكر الموت رغم أنكم ترون المقابر منكم قريبة ألهاكم التكاثروا حتى زرتموا المقابر يعني حتى يصل بكم الأمر إلى أن تقبر وأنت لم تعد بعد ذاكرا لما عدك الله عز وجل له من أن وراءك الحساب والموفق يقول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عنها ونسأل بعد عن كل شيء ونسأل حينها عن كل شيء حتى يستقيم البيت المراد هذا من معاني قول الله عز وجل ألهاكم التكاثروا حتى زرتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقول الله عز وجل حتى زرتموا المقابر أنت الآن أيها المبارك عندما تذهب وتأتي لصديقك فيأتي أخ آخر فيجدك عند صديقك في بيت صديقك وقد يكون هذا الشخص لا يعرفك فيحسب أنك مقيم مع صديقك فيسألك أنت مقيم هنا ماذا تجيب؟ تقول أنا زائر ما معنى زائر؟ أي أن لست باقيا في بيت صديقي عما قليل سأذهب تنتهي الزيارة وأخرج والله عز وجل يقول ألهاكم التكاثروا حتى زرتموا المقابر والمعنى أن المقابر نفسها ليست بدار إقامة أن المقابر نفسها ليست بدار إقامة لكنها مرحلة وهي البرزخ والله عز وجل يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعذون فالناس يعني يشغلون بالدنيا ثم يموتون وليس نقلهم إلى المقابر خلود فيها إنما يبقون في المقابر حينا ثم يبعثون كما قال ربنا إذا السماء انفطلت وإذا الكواكب انتثلت وإذا القبور بؤذرت وقال ربنا ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون